ممتابعين أكيد بصباحنا وصلنا لفقرتنا التالية رح نحكي عن مشاريع الشباب وأنجازاتهم ورح نرحب بالستوديو بالمهندسة الزراعية روان حسين اللي تحكي لنا أكتر عن مشروعه عن نبات المورينجا مورينجا 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 صح؟ صح أهلا وسهلا فيكي مرون أهلا وسهلا أهلا وسهلا صباح المشاهدين أكيد صباح يا ساد صباحك خلينا بالبداية نعرف المشاهدين أكتر عن مشروعي تمام هلا نبات المورينجا أو غسم البان أو الشجرة المعجزة شجرة الفقراء إلى أسماء كتير عديدة طبعا إجدت هي من فائدة العظيمة والجمة بداية أن كنت عم ببحث عن شيء أنه فينا نقول كثير الحياة أو شيء ممكن هيك يعطينا نوع من أنواع المكملات الغذائية بذل انتشار الأوبئة والأمراض طلع بوشي موضوع المورينجا صرت أبحث أتبحر عنه كانت الفكرة أنه يكون رسالة دكتورال إلي طبعا رشحتني الدكتورة صيبة دكتورتي بالجامعة لفريق سند التنموي وتم تبني مشروعي واختيارهم بين المشاريع اللي تم تمويلها طبعا أنا اخترت المورينجا لأنه هي شجرة كتير من تشرع مستوى العالم وتطلباتها شوي قليلة ما كتير بتحتاج سريعة النمو بشكل كتير كبير من بذرة ممكن بشهرين توصل لطول 2 متر فهي شجرة يعني تستحق أنه تكون من الأشجار اللي عم تنزرع عنها وعم تاخد العناية كونها صيدلية ومنجة من المغزيات وشجرة سريعة النمو وما بتحتاج كتير لعناية وظروف خاصة خلينا لك أننا نحكي على الفوائد وأكيد اختيار موفق أنه نحن اليوم كتير بحاجة نختار شيء بناصب حياتنا سريعة مثل ما قلتي تمام ونرجع لطبيعة تماما لحتى تعطينا خلينا نحكي شو فوائد للمورينجا تمام هلأ المورينجا أنا بسميها شخصيا صيدلية متنقلة يعني أول الشيء أنه هي فيها المضادات الأكسادة هي بتحارب الجزور الحرة الموجودة بالجسم بتمنع من تلف الخلايا وبتمنع من انتشار السرطانات هي أول الشغلة لإله ثاني شيء هي مضادات للالتهابات بتعالج تقريبا 46 نوع من الالتهابات الموجودة بالجسم بتخفض مستويات السكر بالدم وجدوا بأبحاث وتجارب أنه 50 جرام من أوراق المورينجا مطحونهم قادر أنه يخفض 21% من نسبة السكر بالدم فهو خيار كتير منيح لمرضى سكري أمراض القلب والشرايين كمان كتير قادر أنه يعالج موضوع الضغط موضوع الزاكرة وموضوع الزهايمر هو قادر أنه يحد من الزهايمر وموضوع الطلاب قد يحبوا أنه يكون في شيء مثلا محفز ومقوي للزاكرة المورينجا كان خيار كتير كبير وكتير مهم خاصة بأوروبا وجدوا أنه استهلاك كابسولات المورينجا كتير كبير عم يكون استهلاكة بفوت فترة الامتحانات كتير عم يستهلكوا الطلاب لأنه فعلا هي بتعزز وبتقوي الزاكرة طبعا هي كمان فينا نقول أنه هو مستخلص أو نبتة كمان آمنة للأطفال نحن فينا نعطيها للأطفال وتكون كمان كمصدر مكمل غزائي وبتدعم مناعتهم وبتقوية شجرة المورينجا هي قادرة أنه تشفي من 300 مرض بالطب الصيني فهي فينا نقول هي عن جد شجرة المعجزة شجرة الفقراء لأنه هي الشجرة الرخيصة اللي لازم تكون مقتنات ومحتوات بكل بيت لأنه هي فعلا شجرة وصيدلية متنقلة وبتناسب الظروف البناخية مثل ما قلت وهي نقطة كتير مهمة كلها نحاول نرجع للطبيعة من بيوتنا ضمن ظروفنا يمكن الاقتصادية الصعبة بس خلينا نحكي كيف بيتم استخدام فينا نقول أوراق هاي النبتة لكل الناس اللي عم تتابعنا نحكي أنه هي مفيدة بكتير قصص وكتير مهمة للأطفال وللكبار بس طريقتها كمان بتلعب دور كيف فينا نستخدمها وقت بديت مشروعي بدينا بداية باكثار 300 شتلي أول الشي نحنا رح يتم بيعه كشتل كشجر يعني بس كمنتج بكرة بالمستقبل بس رح يتم استخراج واستخلاص الوراء ممكن نعمله بكتير منتجات يعني ممكن هو يكون بشكل جاهز ينطرح بالأسواق ككبسولات بتكون عبارة عن متمم غذائي مثل الدواء ناخده ككبسولة للي ما بيحب كل يوم يعمل زهورات أو كذا يعتبره مثل مكمل غذائي مثل أي مكمل غذائي من الصيدلية ممكن كمان يتم طرحه بالسوق يعني أنا هذه الخطة اللي عم بتمحلة لبعدين أنه يكون مثل ظروفة الشاي يكون كمان بشكل سريع نحنا فينا هلأ بمجرد ما نقطف في جزء من أوراق نحطها على متك يعني الناس اللي بحطف زفية بالبيت مثلا أنا عندي شجرة فينا نعتبرها كشتلة هي لازم تكون موجودة بك البيت وستثمر ورقة بنفس الوقت ونستثمر حتى إنه كمنتجاتها بكرة هي بدت تعطينا بزر بدت تعطينا القرون فينا يتم أكلها بشكل أخضر الورقة فينا نقطفها نحطها على الصلطة بشكل مباشر يعني هي في إلى أشكال عديدة للاستفادة في إلى ريحة؟ لا هي ما إلى ريحة بس طعمة كتير مستساغ فيني دوء؟ طبعا ننزل كتير طعمة مستساغ وهي من الأنواع ما بدي أنزع لكها بس كيف بأطفها؟ آه تمام هلأ بتشيلي ورقة ورقة؟ اي فيك الدوء فينا ناخر اه اه يعني طعمة كتير مستساغ فينا نحطها على الصلطة كمان بالنسبة لزهورات يعني ما في إيمالة لا طعمة حافظة طمام هي طعمة مستساغة فينا نقول لهيك أنه هي خيار أنه تنحط مع الصلطة هلأ رونا ببعض البلدان بيطبخوها طبخ مثل الفاصولية مثل أي نوع تعني هي حلوة هي شوية على حلاوة حتى هي كتير بتعدى المستويات خائم يا حبابة طمام آه تمام لكن خلينا نحكي لكل حدا حابب يزرع هاي النبدة خلينا نحكي كيف فيه يزرع بالبيت لازم يكون بالتراب لازم يكون فيه ظروف محدة تماما تمام بالنسبة لشجرة المورنغا عندها بسعي بشوي صغير اللي هو موضوع الشتاء بيتساقط وراءه هي بموطنة الأصلي اللي هو الهند بتكون شجرة دائمة الخضراء بظروف بلادنا شوي على البرد هي ما بتتحمل بيتساقط وراءه لكنها بتعاود بتعطينا دفع جديد من الأوراق بمجرد حلور فصل الربيع لهيك نحنا لازم أول شغلة بنحطها بالحديقة أنه نحطها بمكان فيه دروة ما يكون بمكان مهب ريح لحتى ما نخليها تبرد كتير من حطها بمكان مثل ما قلنا ما يكون كتير مهب ريح داخل البيوت ما ببتلش لا هي خارجية لأنه حتى هي متحملة للجفاف تتحمل شمسية نبات جفافي بس عملك عيبة الوحيد أنه شوي موضوع البرودة والسقيع ممكن يأثر عليها هاد الشي ما كتير بخوفنا ما بيأتلى لأنه بترجع بتطلع بالربيع تماما تماما حتى لو وصلت لمرحلة لكنه هلأ بلشت النموات الجديدة رحي يعني تقريبا بعد شهر رحي بدفط للربيع فهي بلشت تعطي دفع من الأوراق رح نشوفها هون كيف موجود بالنسبة للموضوع التسميد والري ما كتير بتطلب ما كتير عنده احتياجات كبيرة كافي أنه نحن نحط لها سماد عضوي فقط مو السماد الكيماوي نحطها مرتين بالسنة واحتياجها من المي كمان قليل لأنه ما كتير بتحبي نبات جفافية مثل ما قلنا بتحتاج لري من من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع هاعد بالصيف وبالشتي بتحتاج مرة بالأسبوع فقط هي ما نبات متطلب حقيقة وخرج أنه الواحد يقتني طيب لو أنا مكملة بمشروعك روان خلينا نحكي عن خطوات مشروعك كيف بلشت ولوين مكملة تمام أنا أكيد بتشكر فريق سند التنموي اللي هو بيرعى الشباب واللي هو بيعطينا فرصة لحتى نبدأ وأكيد وقت الفرصة بتتاخد لشخص فهي عم تتاخد لمستوى بلد يعني إذا أنا كنت من أوائل العالم اللي اشتغلت على المورينغا فهذا الشي بيعود أنه هذا مشروع فينا نقول وطني يعني هو بقادر أنه يجدد البيئة قادر أنه يرفض موضوع الغذاء خاصة بانتشار هلأ فينا نقول الأوبئة بغلاء الأكل نقول أنه هي شجرة الفقراء لأنه قادر ترفضهم بمغزيات الضرورية الكتير هامة الكتير كتير مشروعي بدي يمكن بثلاثمائة شتلة لأنه ما كان فصل الربيع حاليا متحضرة حتى أنتج تقريبا خمسة ألاف شتلة من المورينغا رحيتم زراعة النص الموجود عندي بالأرض الدائمة لحتى أحصل منه على كافة المنتجات طبعا من بزور من هاي طبعا بطمح أنه حدا يدعمني لحتى أقدر أطرحه بالسوق كمنتج يعني فينا نحنا نبيعه بموضوع أنه شجرة شتلة أو ممكن نبيعه كورق بس أنا بطمح أنه يكون معبأ مغلف حتى بطمح بالمستقبال حتى يتم استيراده إذا تم زراعته وبالشكل الأمثل وبالشكل الكبير ممكن يتم تصديره لدول برا لأنه هو فعلا عامل ضجة عالمية كتير كبيرة حتى بدي يقول أنه بالدول العربية المجاورة لإلنا هنا كانوا السباقين الصراحة بالأردن بالعراق بمصر بالسعودية كل الدول المجاورة بدت تشتغل عليه نحن شوية كنا متأخرين بهذا الشي بس ما بيمنع إذا تأخرنا أنه نوصل بعدين وبتمنى أكيد كمان للمشروع إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني روان عن جدك بتفرح القلبه بتعطي طاقة الله يسلمك كتير حلوة المورينغا هلا هي غير متوافرة بالسوق السوري صحيح؟ لا عن بر شتلة ولا بذار أنا حاليا عندي بالشام هي المصدر الوحيد لإلي طيب كيف يوني الناس مثلا أنا حبي إزراع كيف بقدر بتواصل معيك حسرا وأنت طب من وين جبت تمام أنا كان الصعوبة الوحيدة اللي كانت عندي تأمين البذر أمنت أول شيء كمية قليلة لحتى زرعت أول دفع من الهند؟ من الهند؟ من الهند هي من الهند؟ لا هي استيراد هي تزرع بالساحل السوري ولكن بشكل قليل وخجول حتى فينا نقول يعني أنا من قوائل العالم يعم تزرع بالشام وليعم تعمله كمشروع تيجاري بس هو ممكن إذا حبينا أنتي مثلا تجيبي بذرة تزرعية بالبيت وتنجح حتى هي من البذرة ابتداء لطول 2 متر هي عبارة عن شهرين فرق فأدي حلو أنتي حتى أنك تزرعية كبذرة بس توافر البذرة نوها ما هو شوي صعب لحتى قدرت تأمن كمية لحتى أمن لمشروعي بصراحة شوي تعزبت لحتى حصلت عليه وإن شاء الله بيبدأ بفصل الربيع بالدفع الكبيرة إن شاء الله والاستمرار بهذا المشروع بيأمني بلشتي بمشروع مع البذرة بذور فينا نقول وفي صعبه بتأمينه بس استمراره بيأدي لأنتاج بذور بشكل كتير كبير لما كمن فهنا بيكون فيه مشكلة عندك من بداية المشروع يعني نحنا كنا من إحدى العوامل اللي عم نقوله أنه مشروعي بيبدأ من البذرة بينتهي للبذرة فبالنهاية أنا يعني كانت الصعوبة الأولى أني أمن أول بذرة أول خطوة تمام بعدين وقت أنا باخد البذور أنا عم إليك رحكون أنا مصدر لحتى أني أعطي شكل فأنا يعني أداية أنه مهم أنه يكون هذا المشروع مدعوم وأداية ممكن أنه يعطي لكل سوريا دعم مكمل مع السند ولا لو يعني مكملين بمشروع كلهم السند بيعطوك الدفع الأول طبعا بيتابعوا معنا وبيشوفونا أنه وين وصلنا وكذا بس موضوع أنه الانتشار عمستواف خلينا نقول التغليف والتعبئة فهو يفترض أنه بدوك يعني تمويل أكبر من هاي تمام تمام يعني حتى أبدأ فهي بيعطوك الخطوة الأولى والدفع الأول بعدين يمكن في كتير عالم قادرة أنه تتمول هيك مشروع وطني بصراحة بامتياز وهو من الأوائل مشاريع المهمة بصراحة عن جد أكيد ده يعني كل نقطة حكاتيها هي كتير مهمة صحيح ومثل ما زكرت نور أنه نحنا كتير عم نرجع للزراعة نرجع للطبيعة لطبيعة لأنه عن جد هي أفيد شي ولكن اليوم خلينا نحكي يعني مثل هيك مشروع سهل أنه يترواج له على السوشال ميديا صار عنا شي مهم بين إيدينا يمكن ولكن بدنا راس مال كتير كبير للبداية بيكون منتج ينترح السوء اليوم ما حضرتك طرحتي هيك شي على الفيسبوك على الإنستغرام حكيت عن المورنغا حاولت أنك أنت تفوتي بتفاصيل نقطة كتير مهمة وكتير يعني هي حساسة شوي لأنه ممكن المهتمين بالطبيعة مثلا أن الرياضيين بيلجأوا للمورنغا لأنه بيدون شي يعطيون طاقة لطلاب بيلجأوا للمورنغا هاي الكبار بالعمر يعني موضوع استقافة هي بتبحث العالم بس ما أنا موجودة يعني المورنغا لسه مثل ما قلتي ما تم طرحها كشجرة أنه هي كتير مهمة المفروض أنا بالدفعة الثانية حتى ببالي أني روج له عوثاء التواصل الاجتماعي على السوشال ميديا أو حتى بالإعلام لكل كمية أكبر تمام لحتى يتضوى عن المورنغا أنه شو هي نحنا عم نبحث عن شي واسمه كسير الحياة فهي نحنا فينا نقول أنه هي كسير الحياة هي اللي بتعطينا وبتمد أجسامنا بالطاقة اللي عن جد نحنا بنحتاجها نعم أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق المهندسة روان حسين المهندسة الزراعية وهي ده الخطوة الأولى لبداية مشروعك وعبر منبر الأخباري إن شاء الله يا رب يكمل مشروعك ويلاقي دعم اللي بيستاه له وانا من أول عالم أكيد بس يتوفر البدار رح أزرع مننا لأنه أكيد لازم نحنا نرجع بسحب موجودة بكل بيت أكيد نرجع للطبيعة شكرا لك موفق شكرا لكم سبايا شاء الله بحلقات جاية نشوف عندك معمل كامل بإنتج منتجات المورينغة شكرا لكم شكرا لك